عيسى أنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حرقة جديدة من برنامجكم التأطير بالقيم لازلنا مع منظومة القيم البيئة والجمالية التي يؤثرها معنا الدكتور الفاضل إلياس بناني نجدد الترحاب بكم أستاذ الفاضل معنا في البرنامج شكرا الجميل أن ننير ظلمات نفس مجروحة ونبعث فيها الأمل الجميل أن نسارع بمد أيدينا للضعيف حين سقوطه نمسح الغبار عن ركبتيه ونشجعه على مواصلة المسير الجميل أن ننظر كلاما طيبا يجبر الكسور ويخفف الألم ويرسم البسمة على الشفاه قبل أن نتطرق أعزائنا المشاهدين لقيمة حلقتنا لهذا اليوم نتابع المشهد الآتي ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل أكثر أكرم سلام عليكم السيد كبير بخير الله يعطاك الخير الله يعطاك الخيرHe الله يعطيscheك السيد الله ينور طريقك يطاك السهل عليك السلام عليكم السيد سرحennاءه الله يحفظك السيد ريد اوه نعمنك السيد الله يحفظك السيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 إذن أستاذ الفاضل ما تعليقكم على المشهد؟ نعم هذا المشهد يجسد حقيقة قيمة عظيمة وهي قيمة الكلمة الطيبة وأثرها في العلاقات بين الناس كيف أنها تجعل الوئامة والمحبة بين الناس وتجعل بعضهم ينقذ بعضا حين كل الظروف ورغم كل الإكرارها شكرا جزيلا أستاذ الكريم إذن موضوع حلقتنا أعزائنا المشاهدين هو الكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة مفتاح للقلوب وبلسم للجروح وطريق للأمل نتلقاها كعطر فواح كطوق نجاة نتشبت به لمواصلة المسير في الحياة إذن أستاذ الكريم نود في بداية حلقتنا أن نقرب مشاهدين الكرام أكثر من مفهوم الكلمة الطيبة يقول الحق تبارك وتعالى وقول ربنا وهو أصدق القائلين ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة غرس عظيم شجرة ثابتة أصل متين يعطي آثاره ويعطي ثماره في كل وقت الكلمة الطيبة هي معناها هي اللفظ الحسن المختار الذي يؤدي وظيفته الدلالية ووظيفته التواصلية على أكمل وجه إذا كنا نعلم أن اللغة في مجملها ما هي إلا وسيلة للتواصل بين شخصين فأكثر أو بين مجتمع وغيره فإننا نعلم أن اختيار الكلمات له وقع أكبر في هذا التواصل الكلمة الطيبة هي العمل الهادف هي التواصل البناء باعتبار أن الكلمة ليست قولا فقط وإنما هي كل ما يصدع عن الإنسان تجاه غيره لأن أفعالنا هي لغة إشاراتنا هي لغة نظراتنا هي كلمة وهكذا نحو الآخر أيضا أن الكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب ذلك أن الله عز وجل جعل هذه القلوب تتأثر بالكلام الحسن والكلام الطيب ولذلك ربنا عز وجل في كل كتابه الكريم نجد يأمرنا بإلانة الكلام بطيب التواصل والقول يأمرنا بأن نحسن مع الناس اختيار ألفاظنا بل إن الله تعالى جعل الإسلام كله مدخله كلمة وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعل شرط العبادات كلها كلمة بأننا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يأتي بعدها توابعها من باقي التكاليف ونحرم في الصلاة بكلمة ونختم الصلاة بكلمة ونحرم للبيت في الحج بكلمة نقول لبيك وهكذا فالأمر كله بكلمة والزواج يكون بكلمة وكل العلاقات هي عبارة عن كلمات لها وقعها ولها دلالتها الكلمة الطيبة أساس كل علاقة بين الناس بل إنها أساس العلاقة مع الله عز وجل فلا إله إلا الله هي كلمة الدخول إلى الجنة بذلك نجد أن ديننا أعطى للكلمة الطيبة أعظم مكانة لأنها أساس تزكية الإنسان وتواصله وعبادته لربه عز وجل وطاعته نعم أستاذ الفاضل فالقرآن الكريم بيّن لنا أهمية الكلمة الطيبة وعظيم أثارها واستمرار خيراتها وبين خطورة الكلمة الخبيثة وجسيم ضررها حيث يقول عز وجل في محكم تنزيله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إذن أستاذ الكريم انطلاقا من الآية الكريمة نود تقديم مقارنة بين الكلمة الطيبة وعظيم أثارها والكلمة الخبيثة وسوء وقعها بأمثلة حية من مجتمعنا ومن محيطنا يقول ربنا عز وجل دائما وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يبين ربنا عز وجل أن واجب الإنسان أن يختار كلماته أن ينتقي ألفاظه لأجل ماذا؟ لأجل أن الشيطان سيتدخل سيجعل للكلمة ألف معنى سيئ وسيحدث النزاع سيحدث الشقاق بين الناس بسبب قصد لم يكن داخل الكلام أو بسبب أمر أصلا لم يكن من مراد المتكلم من كلامه ولذلك ربنا عز وجل يأمرنا أن نجعل الكلمة الطيبة كلمة بدون احتمال سيئ لا تحتمل إلا الخير فيقول وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنُ نجد أن الكلمة الطيبة هي التي تفتح قلوب الناس نحو الإسلام يقول ربنا عز وجل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ هذه الآية فيها إشارتان اللين والفضاضة اللين أي لطف القول الكلمة الطيبة الكلمة الهادفة الحسنة بالمقابل هناك فضاضة أي هناك غلضة في الكلام هناك سوء تعبير هناك خشونة في اختيار الكلمات يبين ربنا عز وجل أن لين الخطاب هو الذي جعل الناس يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الكلام هو الذي جعلهم يؤمنون به يطيعونه يقدرونه ألا نرى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالصادق الأمين قبل أن يبعث لماذا؟ لأن كلامه كله طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنني لم أبعث لعانا لماذا؟ لأنه يبين صلى الله عليه وسلم أن اختيار الكلام له أثر وله وقع أن الكلام السيء سيؤدي إلى القطيعة سيؤدي إلى رد فعل سيؤدي إلى صدى من السوء ستتردد الكلمات السيئة من الآخر والآخر وهكذا وستنتشر العداوة والبغضاء والقطيعة الكلمة الطيبة هي أساس التواضعي أساس الصدقي أساس الخيري أساس الرد الجميل بالجميل فنقول مثلا شكرا ما شكرا إلا تعبير عن الكلمة الطيبة تجاه الفعل الحسن وذلك ربنا عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس حسنا فقال ربنا عز وجل وقولوا للناس حسنا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن ننتقي ألفاظنا مع الوالدين فقال عز وجل فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لا نؤذيهما ولو بأفن بل نتخيأ أحسن الألفاظ أجمل الكلمات لنتكلم مع الوالدين بدل أن أقول له اشرب أقول له هل تتفضل لتشرب لأن لها وقعا في قلب الوالدين كذلك مع الجيران إفشاء السلام نشر المحبة من خلال الكلمة الطيبة قال صلى الله عليه وسلم ممثلا للكلمة الطيبة في سياق التواصل يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم إنه وقع كالكلمة الطيبة بأن نقول السلام عليكم بين الناس فيؤدرك إلى المحبة المحبة تحدث وتصنع إيمان في القلب الإيمان هو مفتاح دخول الجنة فنلاحظ دائما أن الكلمة الطيبة هي عمق سائل العلاقات بالمقابل نحذر أشد التحذير من كل كلمة جارحة سواء مع أنفسنا أو أبنائنا إهانة أو مع تلامدتنا وناشئتنا في سياق تعليم أو غير ذلك بل مع كل الناس لأننا لا نجلب من خلال الكلمة الطيبة إلا طيبا ولا نجلب من كلمة سيئة إلا سوءا فإذاك المجتمع مطالب اليوم بأن يحسن ألفاظه إذا أراد تواصلا بناء نعم أستاذ الكريم فالكلمة الطيبة شمة المؤمن إذن الكلمة الطيبة لها عظيم الأثر على النفوس فكم من كلمة هوت بنا في أعماق الحزن وكم من كلمة حلقت بنا في سقف الأمان وعززت ثقتنا بأنفسنا إذن أستاذ الكريم كيف نتجنب أثر الكلمة الجارحة وهل نرد على الكلام الجارح بمثله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الكلمة أن الكلمة ترفع المرأة إلى أعلى الدرجات وأن الكلمة قد تهوي بالمرأة إلى أدنى الدركات وهو لا يلقي لها بالا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليقول الكلمة من رضى الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها إلى أعلى الدرجات وإن الرجل ليقول الكلمة من صخط الله تهوي به في النار سبعين خريفا إنه أثر الكلمة الطيبة والسيئة يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الثنائية أيضا في قوله في حديث الصائم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن مرء صائم لا نرد على الإساءة بإساءة المسلم ليس هكذا المسلم كالشجرة كالنخلة الطيبة لا يصدر عنه إلا طيب وإن قدفها الناس بالحجارة فلن تعطيهم إلا ثمرا كذلك المؤمن لأنه يراقب الله لأنه يعلم أن كلماته تحصى عليه أن الله عز وجل يسجل عليه كل صغيرة وكبيرة كما قال ربنا عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها فنحن نريد أن نجد في سجلات حسناتنا يوم القيامة كلاما طيبا يرفع الله تعالى به الضراجات وينيل به الأجرى والمثوبة والحسنات ونتجنب كل كلمة لأنها قد تؤدي بالغير إلى أن يحبط إلى أن يكون في حالة معينة من الغضب وغير ذلك وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراء أي أثرا كبيرا جدا فلذلك مثلا علماؤنا وهم يشرحون هذا الحديث يلفتون نظرنا إلى قضية جوهرية مثلا في علاقة مع المريض أن نطمئنه حين زيارته أن نطيب بجانبه الكلام لا أن نحبطه ونزيده خوفا من المرض كذلك الشخص لا يروع الإنسان ويفزعه بكلمة أو خبر كاذب أو عار عن الصحة ينهان الله عز وجل عن ذلك فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تروع المسلمين أي ولو بكلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يغليظون له في القول فقال قوم له السام عليكم أي الموت ماذا قال صلى الله عليه وسلم وعليكم لم يرد عليهم الإساءة بالإساءة فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألا تسمع إلى ما قالوا قال ألم تسمع إلى ما قلت سيدنا هود عليه السلام يتهمه قومه بالسفاهة فماذا يكون رده قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين الله تعالى يعطينا أمثلة فسيدنا يوسف مثلا لما يؤذيه إخوته لا يرد عليهم الإساءة بالإساءة بل يطيب لهم الكلام ويقول لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين دائما الكلمة الطيبة حاضرة في كل علاقة بين الناس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ماذا تعملون فادعو له أي إن الدعاء من الكلمة الطيبة التي تكون كجزاء كجميل مع الآخر قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله لماذا؟ لأن للكلمة الطيبة أثرا في مزيد العطاء إذا شكرنا الناس وهم يحسنون إلينا فسيكون ذلك داعية أي دافعا لهم لأجل أن يكثروا من عمل الصالح بالمقابل فإننا نطيع الله تعالى في ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته كان يولين الخطاب مع أعدائه مع أقربائه مع أصحابه بل مع كل الناس فيلاطف الأطفال ويداعبهم ويلعب معهم وهو صلى الله عليه وسلم يواسي الضعيف ويواسي المحزون ويسعد بسعادة أصحابه ويشاركهم أفراحهم ويدعو لهم تلك هي أخلاق الإسلام وبيان أثر كل من الكلمة الطيبة والكلمة السيئة على الفرد والمجتمع نعم أستاذ الفاضل فالكلمة الطيبة صدقه وهي هداية الله سبحانه وتعالى وفضله لعباده قال عز وجل وهدوء إلى الطيب من القول وهي سمة المؤمن فالمؤمن طيب لا يصدر عنه إلا الطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا إذن أستاذ الكريم كيف نعود أنفسنا وأبناءنا على التحلي بهذه القيمة الفضلة إن ربنا سبحانه وسعاله لما يأمرنا بالإكثار من ذكره فيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لماذا؟ لأجل أن نعود ألسنتنا على الكلام الطيب إذن أول شيء ذكرنا لله قراءة القرآن ستعطينا رصيدا لغويا كبيرا للتواصل لن يصدر عن اللسان الذاكري إلى القول الطيب إذن أول شيء بما ينبغي أن نتشبع به لأجل أن ننتج كلاما طيبا الأمر الثاني أن نعرف عواقب الكلام السيئة على النفس وعلى الغير فنجنب هذا لأجل أن لا نقع في هذه العواقب السيئة أيضا أن نستحضر الجزاء بين يدي الله تعالى لكل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم أيضا أن نستحضر عظمة الجزاء عند الله تعالى رب كلمة أن يصعدت بصاحبها إلى أعلى الدرجات غدا من الله تعالى يرد كلمة كلمة سوء بالخير قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال صرور تدخله على مسلم أو تسد جوعته أو تكشف قربته تأتي الكلمة الطيبة كالبلسم على القلب تفرج هم الإنسان تدخله في محيط الأمان والراحة النفسية الكلمة الطيبة هي تكتسب أيضا بأن يكون المرء داخل مجتمعه يعتبر نفسه عضوا من هذا الجسم الواحد فلا يحدث نشازا في كلامه حتى يفترق عنه أيضا أن الله تعالى وهو يحثنا على الكلام الطيب وعلى الكلمة الحسنة فإنما يريد منا تواصلا فنستحضر هذا التواصل نستحضر هذه اللحمة المجتمعية فنقول وسائلها نطبق كل ما يوصل إليها ما الكلام الطيب إلا وسائل وطرق لذلك الهدف المنشود الذي هو قول ربنا عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف مقصد التعارف لا يتحق إلا بكلمة طيبة فإذا استحضرنا المقاصد هانت الوسائل ويقول علماؤنا إن للوسائل أحكام المقاصد فإذا كان المقصد شريفا كانت المسيلة شريفة بمثلها أيضا شكرا أستاذ الكريم فالكلمة الطيبة هداية من الله سبحانه وتعالى ولها ثمار وآثار عظيمة على الفرض وعلى المجتمع لأن أستاذ الكريم نود تقديم بعض التوجيهات والرسائل لمشاهدين بخصوص هذه القيمة نعم لا بد أن نعرف باعتبارنا مسلمين مؤتسين مقتدين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ينبغي أن نكون مؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته في تعامله في كلامه الطيب أنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه رد على مرئ أساء إليه من كفار قريش أو من أعذائه بالمدينة أو غير ذلك بكلام سوء أبدا بل ما كان يرد الإساءة إلا بالحلم وبالعطاء وبالخير فيأتيه الرجل ويؤذيه ويسبه وغير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يسامح ويعفو عنه فلما يتكلو معه الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم إنني لم أبعث لعانا ولا صخابا ولا فاحشا ولا متفحشا أنه صلى الله عليه وسلم كان في كلامه يستحي كالعذراء في خدريها كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم فلم يكن يقول شيئا يعني يستحيا منه لذلك تسأله أمنا عائشة رضي الله عنها أو مرأة عن شيء فيوضح لها مع تغليف الإطار العام للكلام بالحياة لماذا يعلمنا أننا حتى في العلم نقول كلمة طيبة لا نقول شيئا وهذا رسالة لكل أب ومرب ومعلم وأستاذ وغير ذلك أن يحرص على بث الخير في نفوس الأبناء والتلاميذ والتلميذات والطلبة والناشئين من خلال كلامه ما الأستاذ في وظيفته ولا المغب في مهمته إلا قاموس من الكلام الطيب يبني به إنسانا إننا بحاج اليوم لبناء مجتمع نقوي متماسك متسالم أن نبنيه بلا بنت الكلمة الطيبة شكرا أستاذ الكريم فلنسأسى بسيد الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سهلا سمحا لينا دائما البشر يواجه الناس بابتسامه ويبادرهم بالسلام ولنقتدي به عليه أفضل الصلاة والسلام في أدب التخاطب وعفة اللسان إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه هدانا الله وإياكم إلى الطيب من القول وجملنا بجميل الأقوال والأفعال باسمكم جميعا جدد الشكر لأستاذنا الفاضل الدكتور إلياس بناني على مشاركته الطيبة في حلقتنا لهذا اليوم وإلى أن نجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة نستودعكم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته